ازايكم عاملين ايه يا ربكم بخير برج القوس هنتكلم على توقعات الربع التاني لعام 2022 اللي هو شهر ابريل مايو يونيو الفترة دي بالنسبة لها تكون شكلها عامل ازاي من خلال التوقعات الفلكية احنا عندنا فترة هتكون مميزة جدا 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 واقوى بكتير مما تتخيل يا برج القوس الى اذا في بعض الشكات البسيطة كده اللي هكلمكم عنها ان احنا نكون واخدين بلنا فيها في توقيت معين لكن احنا عندنا حدث مهم جدا منتظرينه من اول العام وهو انتقال كوكب الحظ كوكب المشتري لبرج الحمل اللي هو بالنسبة لك المنزل الخامس اللي هو منزل البدايات منزل الحاجات الجديدة الاطفال الموليد الاشياء السهرة بالنسبة لك فاذا هيكون عندك العديد من الامور الخاصة بالحظ هيكون فترة فيها كتير من موليد فترة كتير فيها من الاخبار السهرة بالشأن الاولاد فيها كتير والعديد من الافراح الخاصة ببدايات طيب برج القوس انت كمان عندك الاجواء الخاصة بشهر ابريل كتير ايجابية بوجود الشمس في برج الحمل عطارد انه يكون موجود اول 11 يوم في برج الحمل فانت شهر ابريل بالنسبة لك جيد كتير كوكب المشتري من يوم 11 مايو بيكون موجود في برج الحمل فده برضو تأثيرات كتير مميزة طب اما الفين الصعب الصعب بالنسبة لك اللي هي الفترة اللي هتكون من يوم 21 ابريل لحد يوم 10 مايو يعني منتكلم في فترة كده مثلا 20 يوم حاجة و20 يوم اه لازم تخلي بالك هخلي بالي من ايه من الصحة خلي بالكم كتير من مشاكل الصحة خلي بالكم كتير من ان انتو تيجوا على صحوتكم بزيادة من تناول عقاقير بدون وصف الطبيب بدون كشف بدون عارف فكرة اللي هو انا جربت علاج يابا جميل جدا اتفدى الخد عارف الجو ده ده بيودي في داهية خلي بالكم كتير من اتباع اساليب علاجية غير مضمونة خلي بالكم كتير من فكرة ان انا مثلا عايز اخس واروح اجرب منتجات غير مجربة او ها 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 اخدين بالكم من النقطة دي فلازم تاخدوا بالكم كتير قوي من الحاجات اللي ازاي كده من مشاكل صحية انتو اللي بتخطروا بيها انتو اللي بتخطروا بيها فلازم تكونوا اكثر حرصة على صحاتكم طيب اذا وضحت لكم الوقت ولكن غير كده بقى الوقات الاخرى كتير ايجابية وهتكون مميزة جدا طيب برج القوس خلينا نتكلم على كده جزئية جزئية شأن مهني شأن عاطفي والاخ الشأن المهني نبدأ بيه الامور المهنية بالنسبة لك انت هتكون كتير بتسعى الى الاستقرار المهني عندك طاقة طاقة لها علاقة بيه ان انا عايز استقر عايز احقق عايز اوصل عايز اعمل حاجة كتير مميزة عايز تعمل ده جدا بالنسبة لك هيكون الفترة اللي فيها كتير شغل او سعي جدا هي الفترة الخاصة بشهر ابريل النص الاول ومن بعد كده 11 مايو طيب برج القوس انت برج الحمل هيكون داعم كتير لك والفترة كمان بقى اللي هي من بعد 11 مايو لحد كمان شهر يونيو بالنسبة لك هيكون فيه كتير من الايجابيات وهتبقى بتسعى الى شراكة مهنية او ان يبقى فيه جو خاص به ان يبقى مشاركة مع حد او مشاركة عمل او عمل بتحاول ان انت تشتغل في مكان اخر يعني اضافة مهنية يعني بتشتغل في مكان اخر يعني مكانين يعني ممكن يكون عندك شغل في مكان وشغل في مكان اخر طيب برج القوس ان امور المهنية وضحتها لك بشكل عامل ازاي بس انت هيبقى عندك بقى الفترة اللي هي من من 11 ابريل لحد 11 مايو هيبقى فيها كده تقلبات شوية فيها نوع من انواع الكسل فيها نوع من انواع ان انا عايز اسعى وعايز اوصل وعايز اعمل مش عارف ايه و ايه و ايه الامور المالية الامور المالية انت عندك كتير متطلبات وهتحس شوية على فكرة بنقص في الماليات بالنسبة لك يعني هيكون عندك احتياجاتك اكثر من الدخل المالي اكثر من الفلوس اللي معاك يعني عندك حاجات كتير عايز تشتريها عندك حاجات كتير عايز تشتريها متعلقة ببداية متعلقة بزواج متعلقة بموليد متعلقة بمنزل جديد متعلقة بمشروع جديد ففي حاجة متطلبة فلوس زواج لأحد أولادنا حاجة كويس يعني في حاجة فرحة مش حاجة وحشة يعني بس متطلبة مالة متطلبة كتير فلوس هتحس ان انت طبعا مليه هتحس شوية بعجز مالي على فكرة الى ان الامور هتبدأ بعد كده انها تتيسر ويبقى عندك حلول يعني هتعرف ان انت تلتقي بحلول تخص المشاكل المالية وان انت تخرج من المشاكل المالية دي طيب او مطالب بتعاملات مالية مطالب بتعاملات ضريبية مطالب بحاجة ليه متعلقة بالشأن ده جدا الى ان برضو بتخرج من هذا الاطار بايجابية بالنسبة ليه الامور الخاصة بالعاطفة الجو العاطفي بالنسبة لك انت بتحاول كتير انك تسعى الى الاستقرار العاطفي بتحاول كتير ان انت تراضي الحبيب ان الحبيب بيراضيك فبتحاول ان انت تهدي الدنيا بتحاول كتير ان انت تبقى الاجواء تبقى اكسر لطفة اكسر يدو اكسر مشاعر اكسر حب بتحاول كتير ان انت تعد الدنيا انها تكون احسن اروأ فبتحاول جدا ان انت تعمل الاجواء اللي زي كده الى ان بنصل الى بعد كده اللي هو النص التاني من شهر مايو ان في حب مشاعر قوة عاطفية ترابطات ازياد فرحة عاطفية انتقالة مميزة جدا جدا بتزيد من عشقنا لبعض دعم الحبيب ليك دعم الحبيب ليك سواء بمال سواء بوقفة سواء بنصيحة سواء بتقطبة وبرج القوس هو اكتر حاجة محتاجها التبطبة يعني برج القوس فعليا لاي حد حاليا بيسمعني هو قريب من برج القوس او حبيب لبرج القوس صدقوني جدا ان برج القوس محتاجين بس التبطبة دي الكلمة الحلوة اللي هو يعني عارف فكرة ايه قولها تسلم ايديكي لو جابت لك كوباية ميا قولها تسلم ايديكي مش ضروري اللي هو يعني ناخدها ونشرب كده لا لازم نحنا نقول كلمة حلوة نرميها كده يعني ما ينفع بجد فعلا حاولوا كتير تهتموا بالمشاعر والكلمات البسيطة جدا مع برج القوس والنبي لا تكلوا عيونهم سواء راجل او مرأة بالذات الراجل الراجل ده تكليب كلمة برج القوس الراجل ده تكليب كلمة المهم يا برج القوس احنا بنقول دلوقتي النقطة دي للناس لان فيه ناس صدقوني بيتابعوا البرج والتوقعات البرج اكتر من البرج نفسه ده بقى عندي انا بقى عرفاها يعني المهم برج القوس اللي هو امر العاطفي او الوضع العاطفي بالنسبة لك انت بتسعى كتير الى الاستقرار لحد النص التاني بتقدر تحقق بها ايجابيات خطوبة زواج امور عاطفية جيدة جدا يمكن يكون بالنسبة لك كده اللي هو شهر ابريل بالنسبة لك فيه اتفاق بتحاول تتفق في خطوبة بتحاول تتفق على جواز بتحاول انت تتعرف على حد بتحاول ان انت تستقر على شخص ما بتحاول كتير انك تستقر في علاقتك العاطفية وانك تبتعد قدر الامكان عن المشاكل بتحاول تقرب من الحبيب الحبيب يقرب ليك بتحاول كتير انك تستقر على وضعك فيه الشأن الخاص بالماضي ان انت لا تقترب الماضي وان انت تفكر كتير في النهاردة اتفكر كتير في اللي انت عايز تعمله فبتحاول تتناسى الماضي بقدر عالي جدا الى ان بيجي بعد كده بيبقى بالنسبة لنا وفترة النص التاني من شهر مايو خاصة لما يكون كوكب الزهرة كمان في برج الحمل بتبدأ ان انت تكون اكثر انطلاقة قدي ايه جذاب قدي ايه ايجابي قدي ايه مؤثر ايجابيا على الاخرين والجنس الاخر الحبيب بالنسبة لك هيبقى بيغير عليك هيبقى بيحبك اكتر هتحس ان انت في بداية جديدة بتبتديها مع الشخص ده فيه جو حلو قوي فيه اطفال فيه موليد فيه فرحة خاصة بالاولاد فيه فرحة خاصة بالاولاد بتربط ما بينك انت والحبيب فيه موليد بتربط ما بينك انت والحبيب فيه انتقالة جيدة بتربط بينك انت والحبيب فاذا فيه مشاعر جيدة فيه رومانسية اجواء عاطفية اخبار سرة فيه اشياء مهمة جدا 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 واحداث مهمة في الأمر العاطفي المتواجد لك خلال الفترة اللي فيه ما بعد النص التاني من شهر مايو زي ما قلت لكم أن الحظ بيكون حليفة جدا جدا من الفترة اللي هي من يوم 11 مايو فيه ما بعد لو كمان شهر يوليو كمان يعني لحد 28 شهر يوليو طيب بالنسبة كمان لك يا برج القص الأمور الخاصة بالوضع العائلي والوضع الاجتماعي حاولوا كتير أنتوا تاخدوا لكم من كلامكم وحاولوا كتير أنتوا تكونوا أكثر حرسة أنا بقول إيه وطريقتي إيه وأن أنا بتفهم إزاي عندكم تصرع في الكلام تصرع في أخذ الخطوة وده ممكن يأثر كتير على أنك تتفهم غلط أنك تتفهم أنك شخص مغرور أنك تتفهم أنك شخص مثلا اندفاء يعني حاول كتير أن أنت تاخد بالك من جميع تصرفاتك وجميع كلماتك لأنها تكون مفهوم غلط يا برج القص طيب برج القص كمان من الأمور المهمة كتير بالنسبة لك في الأجواء العائلية هو أولا هيبقى فيه زيارات وفيه تبادل علاقات واتصالات بس خلي بالك كتير لأن النفوس مش هتبقى سلكة عارف يعني إيه؟ يعني ممكن أن أنت على تواصل مع فلان وتواصل مع علان وتواصل مع مش عارف مين بس النفوس بتبقى غير الاتصال عارف لما تكلم حد في السليفون غير أكشناته في وشك عارف الإحساس ده يعني تحس إن اللي قدامك مش صفيلك قوي مش حبك قوي هو يدوبي وتكلم معاك حبيبي ومش عارف إيه بس النفوس مش سلكة ففيه ده جدا عشان كده ما تدوش الأمان لأي حد ولا تدو الجو الخاص بقى بالنفسية الحلوة والتعامل اللي هو على الله ده مش مع أي حد مش مع أي حد ما تدوش الثقة في الناس اللي حواليكم بقدر عالي حتى في الناس اللي حواليكم أنا عارف أنا بقول لكم إيه فدي نقطة كتير مهمة جدا يا برج القوس عامة برج القوس أنا بشكركم كتير ما تنسوش إنه تشاركوا في صفحة الفيسبوك هتلاقيوا لينك بتاعها موجود تحت الفيديو ما تنسوش كمان تشاركوا فيه القناة وتفعلوا الجرس وتفعلوا الجرس والاشتراك وباش